وللمزيد ينضم إلينا من فرنسا الأستاذ مختار العشري رئيس النادي المصري بباريس بداية وبعد التحية اليوم هو اليوم الثالث والأخير في عملية الاقتراع للمصريين بالخارج ونعلم بالطبع أنه يعول كثيرا على هذا اليوم في زيادة نسبة التصويت نظرا لأن فرنسا اليوم في عطلة رسمية وربما هذا قد يزيد من نسبة التصويت خصوصا للمصريين القادمين من المدن الأخرى كيف تقيم اليوم الأخير وأيضا تقيم اليومين ثابقين صباح الخير عليكم صباح الخير على مصر كلها يا فنلم حضرتك احنا هنا في بريس نعول على اليوم الأخير اللي هو النهاردة اللي هو يوم الحج مؤتمدين إن شاء الله على أن حيزل أكبر عدد ممكن يعمل يدل بصوته لأن في المرات السابقة تعودنا على أن يوم الحج يدل أكبر حاج نظرا لوجود عطلة أو فيه أجازة أسبوعية فبتزل العائلات كلها في شبه يعني زيارة في شبه فسحة فبيتوجه للصفارة بيسمعوا فيه في الأغاني وطنية وبشاركوا بيتعرفوا المتناك فبيبقى زي عرص دي بقار فاحنا إن شاء الله اليوم كده يعني ولو إن الجو برد جدا 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 هنا داني يومين ولكن المصريين بينزلوا وبيضحوا عشان يؤدوا الواجب بالسوري اللي كفلته الدولة ليهم الدولة كفلت لنا حق التصويت في البرمان اختي الرئيس الجمهورية الحاجات دي بكاتش موجودة قبل كده وفعهد الرئيس عفتاح السيسي حصلنا على هذه المكتسبات فطبعا رد الجميل أو الواجب إن احنا ننزل عشان نشارك فيه الدموقراطية الديموقراطية لا تبع ولا تشترك الدموقراطية ممارسة نحن نحس في جميع المصريين الموجودين في باريس على إنهم ينزلوا في اليوم الأخير لأن احنا محتاجين أصوات زيادة محتاجين حاجة عشان النتيجة حتى لما تطلع بتاع الرئيس بتبقى ما تبقى النسبة قوية أو عالية ده بيتعاموا على مستوى العالم بجيله دعم ودي المفروض إن احنا تعلمنا من المرات السابقة في 14 و18 تعلمنا إن في الفترة بتاع 14 كان العدد زيادة جينا في 18 العدد نقص ليلا إن المصريين تكسلوا وقالوا إن النتيجة يعني معروفة الرئيس محبوبه كده كده حينجح فتكسلوا فالنسبة نزلت المرة دي الوضع بيختلف تماما لسبب لأن احنا في اليومين اللي فاته اللي هو الجمعة والسبت الناخبين المصريين اللي كانوا بيتوفضوا على الصفارة حصينا فيه روح جديدة هي روح بوطنية حصينا الناس جاية تنتخب مش جاية الرئيس بعينه الناس جاية تنتخب مارسة طب اسمح لي أستاذ المختار يعني سبب هذه الروح الانتخابية هل هو نوع من أنواع زي ما حضرتك ذكرت موزة قليل رد الجميل للأمن والاستقرار في مصر وأيضا الجمهورية الجديدة التي نشاهدها يوم بعد يوم تظهر جليا للنور وأيضا للامتيازات التي حصل عليها المصريون في الخارج يا فندم الدورة دي أو الانتخابات السنة دي بتختلف تماما لأن ظروف تغيرت من جميع النواح العالم في حالة انقسامات في مشاكل سواء في اوكرانيا أو مشاكل كثير كورونا وبعدين أخيرا مشاكل بتاع غزة المصريين في الخارج بدأوا يشعروا بأن البلد بتتعرض لمخاطب خاصة بعد مشاكل اللي مقلب تعرفوا أو يعني حسوا أنه لابد من اختيار رئيس يكون حازم ورئيس يكون زو حكمة حيث يتصرف في الوقت الحالي بطريقة تحفظ أمن واستقرار مصر من هو هذا الرئيس الذي يضمن أمن واستقرار مصر هنا السؤال يا مصريين بنقول لهم انزلوا واختاروا واختاروا الرئيس اللي يقدر يحمي مصر ويوفر لها الأمن والأمان والاستقرار ومصر في مرحلة بناء بمهورية جديدة مصر في مرحلة تنمية مصر تتوسع للأجيال القادمة وليست للأجيال الحالية مصر تتوسع لأبنائنا مصر محتاجة من يكون عنده فكرة أو عنده نظرة بعيدة فصول البلاد كل هذا زائد المختشبات اللي اعتصالنا الدولة سواء من أفعاد كبروكية للسيارات سواء من بيت الوطن سواء من التأمينات الاجتماعية سواء من إهداء وزرط الهجرة لنا كل الحاجات دي بتحس أن المصريين عليهم واجب أن هما ينزلوا ويقعدوا الجميل الانتخاب هو حق من الحوء الدستورية هذا العام يختلف الانتخاب عن الأوام الصدقة مصر يحفظ بها ظروف حرجة ولابد من يصنها ويحميها هذا هو مربط نعم دائما يعني نقول الصوت هو أمانة هل كان هناك استعدادات في فرنسا من خلال النادي المصري في فاريس لرفع الوعي لدى المصريين في فرنسا بضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات وأيضا ضرورة التحري لاختيار المرشح الأفضل وفقا للبرامج الانتخابية المقدمة حضرتك احنا كنا في بداية التأهل للعملاء الانتخابية معالي الكثير على أبيك يوسف عمل مؤتمر وجد فيه قيادات الجالية وأصائل الجمعيات كلهم وأنا طبعا قلت من ضمنهم كجمعية النازل المصري وشرح لنا طريقة التنظيم وطريقة الإدلاب للأصوات وشرح لنا كل ما يعني بالانتخاب واللي هو كان يعني الهيئة الوطنية الانتخابات كانت بعت طريقة التصويت والعمار والطلاقة اللي يتم بيها والتنظيم والأيام كل هذه المواضيع شرحها لنا معالي السفير وخرجت الجمعيات كلها وأنا واحد منهم على تأهب للحجد كان هو الهدف الرئيسي هو الحجد هذا العام احنا كجمعيات قدمنا حولنا نقدم من ناحيتنا بعض التسهيلات للمصريين عشان يوصلوا لللجنة وإدلوا وأصاصهم عشان هذا الحجد احنا عملنا النداء لجميع المصريين الموجودين اللي في حال التعصر بالنسبة للانتقال للوصول إلى اللجنة سواء بالذات أصحاب الهمم عملنا نداء ان احنا على استعداد ان احنا نبعث ليهم ومواصلات تكيبهم لحد اللجنة وحصل فعلا بعض الحالات الناس يعني في بعض الناخبين اتصلوا بينا وبعتنا جدناهم من المناطق اللي هي خارج باريس نظرا للجو الجو باركت جدا ولكن الناخبين المصريين موجودين داخل باريس ليس هناك اي مشكلة لسبب لأن اسهبكة المواصلات الموجودة هنا في باريس تعتبر شبكة ممتازة جدا بأي حد بياخد من خمسة عشر يعني اقصى حاجة بتبقى تلاتين دقيقة للهم بعدين جوا بيس عشان يصل للجنة بيبقى في المتر جنب السفارة بياخد حوالي ساعة ديئتين ماشية من مية او بنتين متر وحتى لو كان يعني في المسافة كبيرة المصريين حاستين بأن عليهم واجد مسئولية اه عليهم واجد يعني البلد عطتهم حوق كثيرة فهم حاستين بالمسئولية لأداء واجب الانتخاب وحاستين بالمسئولية يتفتوا للدولة او يتفتوا القيادة السياسية ان المصريين في الخارج هم من يعبروا عن مصر ومن يصونوا مصر في الخارج بالتأكيد طيب سيد مختار يعني بالطبع يعني الفرنسا يعني تعتبر مصر هي عمود الخيمة في منطقة الشرق الأوسط وبالتأكيد ان هناك اهتمام من جانب وسائل الاعلام الفرنسية بما يحدث وما يدور في المشهد الانتخابي لحظة بلحظة حدثنا عن مدى اهتمام الاعلامين والوكالات المختلفة بسير العملية الانتخابية في فرنسا يا فندم مونز احداث غزة الاخيرة والاعلام الفرنسي يوميا وفي جميع القناة وجميع وسائل الالام كلمة السيسي كلمة السيسي دائما مذكورة في الاعلام الفرنسي مصر تذكر بالسيسي مصر تذكر لان المنطقة في خطر وحيث بها ظروف حارجة الفرنسيين او الشعب الفرنسي هنا يعلم طبعا وحضركم تعرفوا ان في هنا جليات يهودية كثيرة تدعو للسلام وفي يعني الشعب الاوروبي بصفة عامة هو ينظر للسلام وينظر لحقو الانسان وارفو جميع الانتهكات اللي بتحف حضرتك في المرحلة الاخيرة سيسي الرئيس عفتاح سيسي تصرفه بحكمة في هذا الملف شد انتباع الفرنسيين من تصرف الحفاظ على امن مصر القومي وفي نفس الوقت مساعدة الاخوان الفلسطينيين او اخوان العربي الموجودين في فلسطين مساعدتهم باقسا ما يمكن من جهد سواء من الناحية الاقتصادية والناحية السياسية والناحية الاجتماعية هذا ما جعل الفرنسيين حضرتك احنا امام السفارة في الامن الفرنسي العربيات بتاع البوليس كلها موجودة جميع الاوكب في الدورات بيتيجي العربيات وتعمل تأمين وبيكونوا مش فاهمين انه بس بوصفار النهار دا مبارح حصل اشكرك جدا استاذ مختار وعذرا يعني سوف نعود اليك مرة اخرى على مدار اليوم رئيس الندي المصري بباريس ترجمة نانسي قنقر